اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تتخصص فيه بالانتربولوجيا صحيح جاد انا بشتغل بحثيا على ما اسمي العنف الاحصائي والوسياسات الانجاب في الاستعمال الاستطاني الاسرائيلي تحديدا عن كيف تطور ما يسمى اسرائيليا بالمشكلة الديمغرافية بمعنى بتاع بعد احتلال الضف الغربي وقطاع غزة واراضي عربية اخرى اتطور نقاش لدى النخب الامني الاسرائيلي يتعلق بماذا سنفعل بالسكان الفلسطينيين الموجودين على هذه الارض احنا ضمينا ارض ولكن ايضا في على هذه الارض قبل السبعة وستين ما كان عندهم السؤال الديمغرافي والسؤال الديمغرافي موجود دائما بطبيعة الحال من اللحظة الاولى والحال احد النماذج اللي قدمت من قبل النخب الامني الصهيوني التقليدي يعني بمعنى الاباء المؤسسين هو الترانسفير بطبيعة الحال ولتجلى بشكل واضح من خلال سياسات التهجير الجماعي في النكبة الان سؤال الدولة اليهودية تطور لاحقا والمخاوف بشأن الدولة اليهودية السؤال في اسرائيل يعني يتضمن نوع من المزج العجيب نحن نريد ان نكون دولة يهودية ولكن ايضا ان نكون دولة ديمقراطية في حال اصبح العرب اغلبية بين النهر والبحر اما ان نضطر الى منعهم عن التصويت نبطل ديمقراطية او نسمح لهم بالتصويت نبطل دولة يهودية بطبيعة الحال هذا النوع من التوازن خلينا نقول يعني لعب دور اساسي في السياسات او ما يطلق عليه باحثون فلسطينيون اسم العقيدة الامنية الاسرائيلية كيف يتصور الاسرائيليون السكان في الاراضي المحتلة كيف يتم التعامل معهم وطبيعة الحال يعني كثير سياسيين وصحفيين ومثقفين صهايني اعلنوا يعني بوضوح انه لا يجب فقط ان نراقب او ان نراقب يعني السمات الديمقرافية للفلسطينيين ولكن يجب ان نغيرها طبيعة الحال انت تتعامل مع مجتمع فتي عنده قدرات ديمقرافية عالية مجتمع يهودي اقل تحديدا فيما تعلق بيهود الاشكناز او الغربيين يجب ان نغير المشهدين المشهد الديمقرافي اليهودي والمشهد الديمقرافي الفلسطيني الاول تم تغييره بطريقة يعني سيستيماتيك من خلال القوانين على سبيل المثال احد القوانين اللي استمر له 2002 كان قانون العائلة الكبير وهو يزيد من المخصصات لكل عائلة مع انجابها اطفال اكثر كل عائلة كل عائلة صحيح الان هذا ضمن ظروف معقدة تم الغاء القرار طبيعة الحال ساهم في زيادة نسبة الحرديم او اللي هم متدينين متشددين في اسرائيل الان السؤال فيما يتعلق بالفلسطينيين هناك احاديث كثيرة عن تنظيم مثلا احد الباحثين الفلسطينيين المهمين احمد سعد في كتابه بعنوان الرقاب الشام اللي اقترح انه جزء من دفع حتى مثلا يعني دفع او في اللحظة فيما يتعلق الفلسطينيين داخل دعم التعليم عند المرأة تأخير الزواج المبكر الى اخر مثلا نتنياهو قبل سنوات منع حرب تعدد الزوجات في النقب طبعا كلها خطوات تبدو مشروع لكن في سياق الهدف التمويل الغربي ايضا لعب دوري كثير كبير في دراسات مثلا عن المخيمات اللاجئين في الضرف الغربي وقطاع غزيا انه عندهم اكسس لموانع الحمل اكثر ما عندهم اكسس على امور اساسية اخرى هذا رح نرجع نفوت شوية في الحديث منيح بس لاحقا بالحديث بس اللي بيفوتني على سبب اختيارك هالنوع من الانتروبولوجيا تحديدا انتروبولوجيا الانجاب هذا لاحقا صحيح هذا لاحقا في الدكتوراه نشغلت اكثر في يعني تخصص في الانتروبولوجيا الطبية وتحديدا في يعني في موضوع الانجاب يعني الانتروبولوجيا الطبية هو حق التطور يعني خلال العقود الاخيرة والافتراض الاساسي فيه انه الطب ليس حق المجرد محيد سياسيا بعيد عن هو ترتيب اجتماعي ترتيب اجتماعي ما يحصل عليه الاطباء من شرعية طريقة التعامل مع المرض المرض نفسه هو بناء اجتماعي على سبيل المثال في موضوع الانجاب بنفكر احيانا في مسألة مثلا يعني العقم او يعني الانفرتلتي انه هي بعض الافتراضات بقول انه هي بناء اجتماعي بمعنى لانه فيه افتراضات معينة تبنى عن الطبيعة امرأة من الرجل اللي ما بيقدر جيبولات صحي وايضا المستوى التاني هو تدخل الدولة في هذه الصفات الحيوية للافراد طبيعة الحال حتى من فترة مبكرة يعني من النقود الاولى للدولة الحديثة كان الحديث انه الدولة ترى في نفسها يعني في قدرتها على ضبط السماية الحيوية للسكان نوع من القوة هذا هو الهندسة الاجتماعية يعني بحد ذاته صحيح الآن حتى الآن هناك احاديث كثير انه يعني اللاجئين يعني اللاجئين المسلمين من ميانمار في بنجلاديش هناك يعني ضغط من الدولة على تعقيم النساء طبعا في احاديث عن التزايد فهذا خطاب مستمر وموجود الى التسعينات في الهند هناك حالات الى آخر فهذا التدخل هذا ليس نظرية مؤامرة يعني يبدو صعبا للتصديق والتخيل لكن ليس نظرية مؤامرة في حالة اسرائيل على سبيل المثال فيه تحقيقات دائما مستمرة على سبيل المثال النساء الفلسطينيات كيف تختلط العنصرية مع الخبرة الطبية أو مع يعني ما يسمى الاهلية الطبية مع الاستعمار الاستيطاني على سبيل المثال كان الأطباء الإسرائيليين لفترة حديث يقترحوا على النساء البدويات الفلسطينيات أنماط موانع حمل يعني عفى عليها الزمن لكن لاعتقادهم أنه هدول النساء أنماط الحديث هي صفيستيكيتد أكثر من أنه هاي النساء تفهمها لأنه فيه افتراض استشراقي استعمار إلى آخر طبيعة الحال في استهداف الآن إسرائيل هي جزء من استعمار استطاني من دول ما يسمى بالاستعمار الاستطاني هي الدول التي لا تريد استغلال السكان الأصليين ولكن محوهم دول تذهب هذا الفرق بين الاستعمار التقليدي اللي بنعرف أن واحد يجي يستغلك ونفوزك وأما الموارد الطبيعية اللي عندك بين أنه يشيلك يحل محلك المستوطن يذهب إلى المستعمر الاستطاني اللي يبقى بينما المستعمر التقليدي أو الاستغلالي يذهب ويتقاعد في الدول الأم هذا بطبيعة الحال نتحدث عن إسرائيل كدولة استعمار استطاني والإنجاب في سياق الاستعمار الاستطاني مهم جدا لأنه مثلا إذا بتقارن الإنجاب الاستغلاء عفوا الاستعمار الاستغلالي أو العبودية هدف المستوطنين أو المستعمرين كان يزيد تجيب أولاد أكتر الناس الأصليين صحيح نزيد هذا بنك العمال الرخيصة في حالة الاستعمار الاستطاني أنت الهدف أن تقضي على سكان الأصليين جزء من الهندس الاجتماعي على سبيل المثال أنه في أمريكا لفترة طويلة إذا أنت خلينا نقول شخص ولد نتيجة زواج بغتلط أحد الأبوين مثلا أصلي نيتف أمريكا والآخر هو أبيض أنت تعتبر أبيض بطبيعة الحال هم يريدون إلغاء الهوية الأصلية لكن إذا أنت نتيجة زواج من أب يعني أحد الأباء أحد الأبوين أسود والآخر أبيض أنت تصنف أسود نحن نتحدث عن واقع قريب جدا في ملكة هذه الهندس الاجتماعي هي جزء من حياتنا اليومية الموضوع يبدو غريب معقد لكن هو متصل بحياتنا اليومية جدا سنرجع له بعد شوية بس نبقى بمحل الحدث طبعا صار في عملية الفصائل الفلسطينية على رأس حماس ومن بعد صار في العدوان الإسرائيلي الهائل لافت بالأعلام الغربي بصورة خاصة بعض الأعلام العربية لكن بشكل عام لا يقارن الواقع نوع من ولاحظناها بكل المقابلات حتى اللي استضافوا فيها ممثلين للفلسطينيين أم مدافعين عنهم بداية كل مقابلة بهالتو دين حركة حماس على قتل المدنيين فعاليا الهالتو دين حركة حماس بالمطلق على اعتباره منظمة إرهابية ووقت بتصور واحد ما اطلع عن بي رحق الأعداد بس صنفو الأربعة آلاف شهيد من الفلسطينيين ما في سؤال لممثلي إسرائيل أما المدافعين عنهم يوازي هذا السؤال المنطق اللي عم بيسألوا منه السؤال وكأنه أنه يحق لمن يدافع عن نفسه بفعل ما يريد وبواقع هذه دول تدعى أنه دول لبرالية مع حقوق الإنسان فبالتالي المدني مدني هون ولا هون بعرف عندك تعليق على هذا الواقع كله سوا رح بلش من عندك وساعته نفتح هذا النقاش سهيع أنا رأيي الموضوع بتجاوز غياب التوازن في في التغطية أو في عرض السرديات المختلفة هذا هذا تاريخيا موجود في الإعلام في الإعلام الغربي لكن ما يحدث الآن هو أعقد تحديدا يعني من 7 أكتوبر إلى الآن ما يحدث هو أعقد بكثير نحن نتحدث عن حملة غربية حملة يعني في الإعلام الغربي وأيضا في المؤسسات الثقافية شفنا شو صار في معرض فرانكفورت وحتى في أوساط أكاديمية التضييق على الطلاب المناصرين الفلسطينيين ما يحدث ببساطة هو حملة يعني أود أن أقترح أنها تنقسم أو تنقسم على ثلاث مستويات وهذا هو ما يفسر يعني ما أقصد عندما أقول أنها حملة غير مسبوقة أو على الأقل في العقود الأخيرة أولا النزع الشرعي عن الفلسطينيين نتحدث عن أولا ربط الفلسطينيين بداعش هذا ليس يعني حديث في الهواء ربط الفلسطينيين بحماس وربط حماس بداعش وبالتالي يصبح يعني يصبح السؤال مرتبط بالإرهاب وتاريخيا يعني بنعرف على كل حال هذا الواقع داخل الإسرائيلي منه كتير جديد يعني نتنياهو قبل 7 أكتوبر قصت أنه هاي محاربة إرهاب أكيد بين كفير وغيرهم بس أنه هيدا الجو اللي كان بس محصول بإسرائيل والغرب كنا نحس فيه كأنه صعود لحركات الاجتماعية اللي هي متضامنة مع الفلسطينيين كأنه عم يضيق عليها صحيح بس هو يعني وضع الإرهاب في هذا السياك تحديدا على لسان المسؤولين الأوروبيين تحول يعني وصف حماس كحركة إرهابية لمقدمة في كل نشرات الأخبار اضطرار حتى شخصيات نقدية إلى إدانة حماس شخصيات فلسطينية وممثلة عن الفلسطينيين أو مناصرة للفلسطينيين مضطرة إلى إدانة حماس هذا مستوى منظم مختلف عن يعني عن المستوى اللي خلينا نقول لتطور محليا في إسرائيل هذا المستوى منظم بطبيعة الحال عشان نفهم تركيب هذا المستوى والتحقييد ولازم يعني نركز على ما طورناه من فهم كل الحرب على الإرهاب يعني خلال العقود الماضية الفكرة بسيطة جدا ما يحدث هو ماذا يحدث عندما نصف شخص ما على أنه إرهابي أو جهة ما على أنها إرهابية الآن ندخل هذا يعني ندخل الصراع مع هذا الشخص أو الجهة ضمن ما تم ترسيخه على أنه حرب على الإرهاب الحرب على الإرهاب ميزتها ببساطة مثل ما سماها باحثين كثير هي يعني ميزة الحرب على الإرهاب هي أنها لحظة استثنائية حالة استثناء يتم فيها تعليق كل القوانين والمعايير والضوابط أخلاقيا وقانونيا بطبيعة الحال أمريكا قدرت تفتح جوانتنامو في لحظة الحرب على الإرهاب المئات ألاف الأطفال العراقيين أصبحوا جزءا من كلاته للدمج هذا أضرار الجانبية اللغة اللي عم نسمعها مؤخرا في الإعلام الأمريكي والبريطاني الأوروبية أيضا بنجر إلى مستوى الفرنسي تحديدا الألماني بطبيعة الحال هو منحاز يعني بشكل هائل يتخطى الفرنسي والبريطاني بعد صحيح إذن الحالة الأولى مرتبطة بنزع الشرعية من أجل تعليق الأسئلة عن حقوق الإنسان الأسئلة عن الضوابط وبالتالي يصبح النقاش بلا معنى النقاش قتل 1300 إسرائيلي بسمه تلت أضعافهم قتل الآن عدد الأطفال هائل لكن هناك صورة رسخت يصبح النقاش معها وبعدها لا معنى له يعني الآن عندما تسمع بقتل الأطفال أو عندما يسمع مواطن ربي عادي عن قتل الأطفال في هذه اللحظة على الأغلب الصورة الأولى اللي راح تيجي في باله هو حماس معنى يعني الأحداث ترسخ صورة صحيح معنى الأرقام الموثقة هي محدودة جدا للأطفال الإسرائيليين بينما قتل أكثر من ألف طفل فلسطيني في العشر أيام الماضي على سبيل مثال الاغتصاب الحديث غير الموثق عن الاغتصاب أول ما يخطر على البال هو حماس لكن الحقيقة مبارح إسرائيل حسب توثيق منظمات حقوقية مستوطنين اقتصبوا مجموعة من الرجال الفلسطينيين يعني بعد ما تم خطفهم صحيح تم توثيق هذا لكن هذا يضيع في المانستريم ميديا يعني فعليا وقتا أنت تفتح توصيف الإرهاب على عملك السياسي أنه هذا خصمك اللي أنا عم اتعامل نوعه تحت صفة الإرهاب اللي عم تعمله فعليا عم تفوت بعيدة اللحظة الاستثنائية وتتعلق معه مش بس مجموعة قوانين لك عم تتعلق السلم القيمي اللي بتدعي هذه الدول كهي مصدر لشرعيتها وبالتالي إذا أنا أدعي أنه أنا حوق إنسان وكذا ولكن في هذه اللحظة تعلق صحيح الآن هذا مفهوم حالة الاستثناء بالمناسبة اللي كنا نحكي عنه هو قديم يعود إلى فيلسوف ألماني محافظ اسمه كارل شميت لكن طوروا يعني تم تطوير عليه في دراسات نقدية تحديدا فيلسوف إطالي اسمه جورجو أجامبن وتروحته الأساسية أجل درس سجن مثل جوان تنامو تحديدا هذه اللحظات تعليق الخطاب الإنساني والقانوني والدستوري أطروحت أجامبن بسيطة جدا أن هذا الاستثناء لا يمثل حقيقة استثناء ولكن هو القاعد يتجلى على هذا الشكل فجوان تنامو ليس استثناءا عن نظام السجن الأمريكي ولكنه يمثل جوهر نظام السجن الأمريكي فيما يتعلق بالاستعباد التعذيب إلى آخره عموما هذا موجود يعني هذه النظرية فعليا تنطلق أنه ما يبدو على أنه الحد الأقصى هو تعبير عن جوهرك هو حده الأقصى وانه وبالتالي هو شو جوهره صحيح صحيح الآن في إسرائيل على سبيل المثال أحد تجليات حالة الاستثناء هي قانون الطوارئ الاستبداد العربي يعني له تاريخ طويل مع قانون الطوارئ ماذا يعني قانون الطوارئ ماذا يعني إعلان إسرائيل حالة حرب يتم تعليق الترتبات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في وضع يعني طبيعي أو يطلق عليه بأنه طبيعي ويتم تبرير معدد ذلك شفنا في حالة إسرائيل تم تجهيش خمسمائة يعني تم تجهيش تلفي مئة وستين ألف جند احتياط إضافة إلى مئة وثمانين ألف موجودين أنت تتحدث عن حوالي خمستعش بالمية من الموجودة من 18 لستين سنة صحيح تالي هذا شكل عبئ اقتصادي لكن الآن نحن في لحظة حاسمة هذه النقاشات تؤجل الاستفافات السياسية حول الدستور حول المجتمع شكل الدولي إلى آخر يتم تعليقها بطبيعة الحال على الإعلام الرسمي لا ترى إلا صور إلا يعني السردية الرئيسية أو المهيمنة ومن يمثلها ويقولها ويكررها بطبيعة الحال هذا التنوع في سياق معرض فرانكفورت مثلا التنوع الذي يعجبنا في لحظات الهدوء هو مختلف عن التنوع في لحظات الصراع في لحظات الاستثناء هذه صحيح أحد الأمثل بالمناسبة على لحظات الاستثناء هو الهولوكوست نفسه يعني بمعنى يتم الآن وصف الهولوكوست في التاريخ الأوروبي على إنه لحظة خارج التاريخ لحظة خارج نظام الديمقراط الليبرالي اللي هو يعني خلينا نقول منظومة القيم الأوروبية استقرت عليه وانتهى التاريخ عنده على وصف بعض الفلاسف الأوروبيين بيجي مثلا فيلسوف مهم بولندي أمريكي اسمه زيجومينت باومن بكتب كتاب ممتاز عن الهولوكوست بيقول أن الهولوكوست هو ليس لحظات استثناء عن الحداث الأوروبي ولكنه يمثل جوهر الحداث الأوروبية أيضا بمعنى أنه هو العنف الذي يذهب إلى التطرف بطبيعة الحال يعني هذه نقاشات مختلفة الآن ما يحدث في إسرائيل إذن يعني محاولة لتأطيره نظريا والتجييش الإعلامي هو محاولة لفرض حالة استثناء من خلال استخدام معجم الحرب على الإرهاب نزع الشرعي هذا المستوى الأول نزع الشرعي عن الفلسطينيين مستوى الثاني بطبيعة الحال والذي يكرس من حالة الاستثناء والذي نرى أيضا في الإعلام الغربي هو نزع الإنسانية عن الفلسطينيين نتعامل الآن مع لغة وقحة ومتطرفة مثل الحيوانات البشرية مثل الأضرار الجانبية إلى آخر عمليات نزع الإنسانية النزع الثالث أنا رأيي هو نزع السياق طبعا هذا هذا اللي إذا بتجي بتحكي بالسياق تتهم بأنك عم تبرر قتل المدنيين وكأنه أنت تروج لقتل المدنيين بالمطلق مش بإطار صراع صحيح الآن ما حدث هذه لحظة طوارئ نحن نفهم في سياق طبيعي أن يكتب صحفي يساري فيها أارتز أو في نيويورك تايمز عن السياق الطويل والمعقد الذي يمكنه ويجب فهم ما حدث في السابع من أكتوبر ومن خلاله ما يحدث بطبيعة الحال الآن نتيجة حالة الاستثناء المفروضة يتم تعليق أي نقاش حول التاريخ حتى إذا لاحظت في التغطيات الإعلامية كل من يحاول من الفلسطينيين وداعميهم الحديث عن السياق يتم شعب تبرر دغر أو في الحوار في الصحاف الأوروبية والأكاديمية الأوروبية اليوم بتهموه بالنسبية صحيح يعني بمعنى أنه يعني أنت والأنكة يعني أنا بعرف أنك بتحب الأرقام إذا يعني هاكو هاك إذا بدنا نحكي أرقام أنت الآن ليش بيسألوك لماذا تدين أو هل تدين حماس سؤال الأول كفلسطيني ببساطة لأنك أنت إرهابي حتى يعني الإسرائيلية رغم أنه إحنا فلسطينيا فيه من أكم ألف مرتبطين بحماس بمعنى مقاتلين معظم الفلسطينيين لا يستطيعون حتى استخدام السلاح المجتمع الإسرائيلي فيه لحظة من العسكر المتطرفي العسكر المتطرفي اللي بمجبهة معظم المجتمع بتحول إلى جيش يعني الآن نتحدث عن 15% من خلينا نقول المجتمع اليهودي القادر على العمل مجيش إضافة إضافة إلى المستوطنين وإلى المدنيين اللي الدولة بتوزع عليهم سلاح الحديث عن المدني الآن ما الذي يضبط من هو مدني ومن هو عسكري في هذه الحالة هذا السؤال لا يعود سؤالا تقنيا في هذه الحالة هو يصبح سؤال عرقي بالأساس ماذا يعني سؤال عرقي يعني بعض الأشخاص باعتبار أنهم أصلا تم نزع الإنساني والشرعي عنهم استهدافهم يصبح شرعي هذا يعني تعبير فيلسوفة يهودية معروفة جوديث باتلر هدول بمثله حيوات لا تستحق الحسرة لا تستحق الحزن الآن أنت ترى على الإعلام بوضوح تبدأ من اللحظة الأولى حدث ما حدث في 7 أكتوبر و10 أيام من الإبادة الجماعية المستمرة مع ذلك تبدأ كل اللقاءات الحوارية ونشرات الأخبار في الإعلام الغربي بالحديث عن 7 أكتوبر وأن هذا حدث ضخم يبرر ما يبرر باعتبر أنه العدد الهائل من الإسرائيليين اللي قتل لكن لا أحد يتحدث عن ثلاثة أضعافهم من الفلسطينيين عن عشرات أضعافهم من الأطفال الفلسطينيين عشرات أضعاف الأطفال الإسرائيليين فعليا في واحد يحكي عن ألاف الأضعاف إذا أحد يحطها ضمن السياق صحيح في هاي لحظة الاستثناء أيضا جاءت في لحظة الاستثناء هذه تصبح المهنية أمرا يمكن تعليقه يعني يمكن أن يكون تصبح المهنية بمهنية العالمية وغيرها طبيعة الحال يخرج جندي إسرائيلي لغته الإنجليزية يعني ضعيفة يعبر تعبير يبدو أنه مش كثير قصد ويقول أنه حماس إرهابيين بيقطعوا الرؤوس تاخد مراسلة الـ CNN بتحول إلى خلال 24 ساعة إلى مكتب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية اللي بيقول أنه I've seen pictures ايه I've seen pictures صح وهي لحظة أنا رأي هاي لحظة كثير مهم لأنه بيصير أنا كتبت على تويتر اللي بيصير أنه الموضوع لا يتعلق بالفاك نيوز اللي بيصير هو سؤال حول الاستحقاق من يحق له أن يروي روايته بطبيعة الحال سواء هذه الرواية حقيقية أو غير حقيقية ويتم الضغط بشكل كبير اليوم الآن إسرائيل واللوبيات الصهيونية في الغرب تضغط حسب آخر التقارير على مؤثرين في تيك توك هذول المؤثرين طلعوا حكوا قالوا أنه صار هيك فتخيل ماذا يحدث في الإعلام الرسمي الغربي أو المنصات أو التيار السائد في الإعلام هي حالة استثناء متعددة يعني أنا مش حابب كثير نفوت نظريا بس أنا شفت أنه هذا الوصف كثير دقيق لأنه بس أنا بتعرف شو الانترستنج فيه الوصف اللي بيحط الواقع أنه كل شيء يعلق بحالة استثناء من قواعد تضبط العمل السياسي والعسكري صحيح بتفتح على خطر جوهري إذا بنرجع لبداية حديثك واختصاصك كنا عم نحكي فيه بالأول أنه فيه مشروع استطاني استعماري بده يحل مكان السكين الأصليين إذا هذا المشروع دايما موجود هذا عقب قدامه كل الوقت إذا صار فيه تكافؤ بالإنسانية وصراع بين طرفين لأنه فعليا بيضطر يفوت مش بالحالة الاستثنائية اللي هو فيها كل الوقت مطار يفوت بمفوضات واعتراف ولو شكل بسلطة فلسطينية وأنه هو ناس بهاللحظة هلأ فيه علقة الاعترافات كلها يعني هي معلقة بشكل أهم بس يعني بمعنى يعني الحديث عن ترانسفير سكاني صار نحكي فيه بالأعلام أنه وحدة من الفرضيات المطروحة مش أنه شغلة كارثية غير مقبولة الفلسطينيين عايشين سلسلة من حالات الاستثناء أنت بتعيش في الضفة الغربية الضفة الغربية خاضعة على الحكم العسكري بمعنى أنه هي الذوات الفلسطينية في الضفة الغربية هي ليست ذوات قانونية هي خاضعة للضابط الإسرائيلي وبالتالي للحكم العسكري والقانون العسكري إلى آخر على سبيل المثال إذا أنت فلسطيني من الضفة الغربية وتعرضت للاعتقال نظام المحاكمة لا يشبه نظام المحاكمة المدنية عند الإسرائيل فهي حالة الاستثناء مستمر الترانسفير بطبيعة الحال مستمر عدد هائل من المنازل اللي بتم هدمها من الطرد من التوسع بطبيعة الحال بس ما يحدث الآن هو مرتبط بضوء أخضر يعني غربي ببلاغة سائدة إذا بدك تتيح نزع الشرعية والإنسانية والسياق عن معاناة الفلسطينيين وبالتالي فتح المجال أمام إسرائيل أمام حكومة متطرفة وزراء الأمن فيها إرهابيين يعني بالتعريف الإسرائيلي أن تسمح لهم بتنفيذ سيناريوهات يعني يوتوبي بالنسبة لهم فنتازيا يعني فنتازيا كانت قبل سنوات أن يتيح لهم الوضع الترتيبات الإقليمية والدولية تهجير يعني مائة ألاف الفلسطينيين في لحظة واحدة وبدون حاجة كثيرة للتبرير لحظة عجيبة جدا توشبه مرة أخرى لحظة ما بعد 11 سبتمبر بس هون إذا بدك الفرق بين الاحتلال أو الأحلال سنسميه التدريجي بالقدم وبيلحظات من هالنوع أنه في قيمات عقبات كبيرة قادر تتصرف معها إذا تتصرف معها بقاتل بشر أنه اليوم الأسباب ما بتصور كثير العلاقة باهتمام بحق الإنسان وغيره لو الجانب المصري قال أوكي بفتح فعاليا كان بينتقلوا السكان طبعا أكيد مش كلهم بس أنه تحت دوية المدفع والإشتياح البرا بتقدر تعمل هيك عملية هيك شغلة بالقيامات العادية بتقوم لقيامة وحق الإنسان وغيرها هلأ بتصير فرضية مطروح مقبولة نظريا بتصير الحديث عنها بلغة المحللين يعني يعني بتشوف محللين عسكريين بيحكوا عن التهجير أكثر ما بتشوف خبراء حقوق إنسان تتحول إلى فرضية عسكرية الحديث عنها يعني يطبعها بطبيعة الحال الفلسطينيين يعني بتوقعوها في أي لحظة علاقة الفلسطينيين مع التهجير يعني علاقة إشكالية ومركبة ومعقدة بطبيعة الحال دائما هم بتوقعوا هذا السيناريو أنا عشت معظم حياتي في مناطق جيم في الضفة الغربية للإشارة المناطق جيم هي الخاضعة تحت السلطة الإسرائيلية المباشرة من الضفة الغربية هي بتشكل 60% من الضفة الغربية هاي مناطق يعني إداريا مفترض إنه بالمعنى يعني إنه اللي ساكنين فيها الفلسطينيين هم بيخضعوا للسلطة رمزيا بمعنى إنه معنى باسبورتات السلطة الفلسطينية الهويات لكن السلطة الفعلية هي في مناطق جيم وكما هو الحال في كل الفلسطين التاريخية الآن أنا عشت حياتي جميعا في مناطق جيم وبطبيعة الحال احتجت للسفر يعني تنقلت من بين دول عديدة أثناء الدراسة والعمل في كل مرة كنت أرجع فيها يعني إلى قرية شمال الغرب رمالة كنت أشوف الاند اسكيب تغير بوضوح يعني بوضوح فيه شوارع أغلقات فيه شوارع صارت حصرية للمستوطنين وطبعا هو احتلال حتى كمان نفهم ليش هذا رح يرتبط شوي بغزة إنه ليش الإسرائيليين ما بدهم يحتلوا غزة بالمعنى إنه يضلوا فيها احتلال الضفة الغربية يعني احتلال جنوني مكلف يعني أنا من قرية فيها 800 شخص فقط قرية رمالة هيك صغيرة في عليها حواجز دائمة مش بالضرورة مغلقة بس الجنود موجودين عليها 24 ساعة تقريبا 50 جندي إسرائيلي على 800 شخص على 800 شخص بس بقى تعممها على كل الضفة بس عم بقرأ شوي كنت إنه في حتى خسخصة للأمن أول شي وزعوا الأعباء وتاني شي استخدام الضفة مثل مش بس الضفة استخدام الضفة وغزة كحقل تجارب لكتير من تطوير التقنيات تبع الـ AI والرقابة والمكاميرات عم بقرأ أنه بتقرير الأمم المتحدة في حوالي 600 حاجز بالضفة الغربية حاجز إسرائيلي هذا غير التوزيع العسقر بس حواجز على الطرقات هدول 600 حاجز معظمهم في مناطق جيم اللي فيها عدد فلسطينيين محدود يعني ما بعرف العدد بس هنا مع إنها 60% من الضفة الغربية هي سياسة مستمرة من أجل ضم الأرض طرد الفلسطينيين يعني تحويل المشهد الطبيعي إلى مشهد طارد للفلسطينيين على عدة أصعد اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا هو أنت كنت عم تقلي مرة بحديث كنا قادين عم نحكي إنه الخريطة نفسها اللي الناس بتشوفها إنه إنه إسرائيل هذي الأراضي اللي تحتلت بـ 48 يعني تنفرقهم شواء عن بعض هايك بالنصب بتبين في غزة تحت وفي الضفة الغربية على الشرق هي بالواقع بعض أسوأ من هايك وحتى أسوأ من الخرائط اللي بتفرج حجم اللي بيسمون إنكلايف زيك الدوائر اللي فيها فلسطينيين بالواقع بعض الأمور أصغر من هايك كيف فيه واحد يفسرها لحد بيعرف المنطقة ويعيش فيها اللي بيصير ببساطة إنه الاستطان بتوسع لأن الاستطان يأكل نصف الضفة الغربية لكن المشكلة ليست في الاستطان فقط المشكلة إنه الاستطان أيضا هو بتحول إلى شيء يشبه الضاحية للمدينة الإسرائيلية يعني الاستطان في الضفة الغربية يشبه الضحية فيه ناس اللي بيشتغلوا في التلا بيبو وبرجوا على مستوطنات في الضفة الغربية لأن من أجل تشريع الاستطان ولأسباب عديدة تم تطويع المشهد الحضري من أجل أن يصبح يعني متصلا لليهود الإسرائيلي ومشرذما للفلسطيني ففيه هندسة حضرية مذهلة بحيث الآن أصبحت المناطق السكنية الفلسطينية هي مجموعة نقاط أنا كنت بقول لك إنه إذا إحنا بنا نشوف شو يعني المساحة الفعلية للفلسطينيين بيستطيعوا الوصول إلها الآن أنا مثلا عائلتي عندها أرض هاي الأرض ما بتقدر توصلها ليش لأنه في في معسكر في كل لحظة معسكر للجيش الإسرائيلي في كل لحظة بتحاول تتقرب على الأرض بيجي بتردوك مثلا هي شو في مستوطنة على الأرض يعني في منطقتنا في أكثر من مستوطن وفي معسكر معسكر تدريبي للجيش الإسرائيلي اللي بيصير بطبيعة الحال نم بيفرضوا هذا الأمر الواقع لأن على الخريطة أنت بتشوف أنه مثلا قرية هي جزء من مناطق سيلة يعني مع الفلسطينيين على أرض الواقع هو مش هيك على أرض الواقع هو أولا الإسرائيليين بعضوا رخص بناء أو بيغدوا النظر مثلا في مناطق جيم كل البناء هو غير قانوني بالنسبة للإسرائيليين شو المعيار طبعا القانونية ما في معيار هو القانون الأسكري بطبيعة الحال هني بيقرروا هون كله مش قانوني صحيح فاللي بيصير أنه بيغدوا النظر عن المناطق غير القانونية للبناء عندما تكون في المركز بتلاقي القرى تتجمع في المراكز وفي دائما في محيطها عدد كبير من المساحات الشاسع اللي غالبا مش أكسيس بل غالبا يعني لا يمكن الوصول لها تبقى شغرة ما فيها شي هلا مثلا في كثير ناس بيقدروا يوصلوا لأرضهم بتصريح بتاع الزتون عنها موضوع مهم فالناس بتأخذ يعني جزء كثير كبير من الناس بأخذوا تصريح ليوصلوا أرضهم تلت مرات في السنة مرتين حتى يعني يحرثوا الأرض ويضبطوا هيك يعني والمرة الثالثة لما يقطفوا يعني فالفكرة أنه فيه ريجوليشن كثير صارم للوصول إلى الأرض بالمناسبة الاستعمار الاستيطاني ما يميزه من أجل فهم الاستعمار الاستيطاني لابد من فهم الوصول إلى الأرض من يحق له الوصول إلى الأرض خلينا نقول فيه عدة مستويات فيه عندك شخص في غزة جميع هلا بتعرف احنا حكينا كثير موضوع الدولتين هذا يعني هذا وهم هي دولة هي دولة واحدة تسيطر عليها إسرائيل من البحر إلى النهر تدير فيها كل تفاصيلها تفاصيل الحياة اليومية لكن ضمن إدارات استعمارية مختلفة لأن في غزة ما يعادل من واحد إلى واحد ونص بالمية من من مساحة الفلسطين التاريخية هي كلها غزة بتطلع إذا أنت من غزة أنت عندك أكسس هي شو مساحة فلسطين التاريخية كلها مساحة فلسطين التاريخية 27 ألف كيلومات مربع صحيح اللي بصير أنه اللي بصير أنه أنت بصير عندك أكسس فقط من غزة إلى واحد بالمية طب أنا من الضفة هي مجموع الغزة والضفة والقدس الشرقية يعني اللي هو مفترض حصتنا من اتفقية أوسلو في حل الدولتين هي 22 بالمية هاي دي إذا معك كل مساحة ضفة بدأجد القدس الشرقية أنا ما عنديش أكسس على القدس الشرقية أنا في حياتي ما زورت المسجد ما فيك لا أنا بعيش في رمالة كنت على بول 16 كيلو من القدس إذا بدك تروح القدس الشرقية جانب بدك تصريح صحيح بدك تصريح هاي عملية معقدة وخاضعة على ابتزازات وتطويع يعني تتيخذها فعليا صحيح فالناس اللي مش مضطرة يعني ما مش بالضرورة بقدمه الآن إذا إذا إنت فعليا يعني كنا بس نحكي في الأرقام إذا يعني إنت كحدة من سكان الضفة الغربية ما عندك أكسس على غزة ما عندك أكسس على القدس والسطوان ما أخذ نوس الأرقام تقريبا إنت عندك أكسس من 10 إلى 12 بالمئة من فلسطيني التاريخية في المقابل المستوطن أساسا إذا زدنا غزة منزيد 1% صح مش مساحة كبيرية الآن اللي بصير إنه اللي بصير إنه المستوطن نتيجة هذا التصميم الحضري وال يعني فيه اعتبارات كثيرة بصير المستوطن قادر أن يدخل أنه عنده أكسس لكل الأرض فبتنقل حتى بالمعنى احتلال يعني احتلال الزمن إذا بدك بالمعنى المتعلق بالوقت المستوطن يذهب من مدينة إلى أخرى بنصف الوقت وأحيانا ثلث الوقت اللي بحتاجه فلسطينة من الضفة الغربية هم نحكي مناطق جوات الضفة صحيح يعني بمعنى ما فيه إشي اسمه ضفة هي فعليا أنت من أجل أن تنتقل من مكان إلى مكان أنت بحاجة تقطع الضفة أنت الآن فيه مستوطنات ضخمة فيه أكثر من 700 750 ألف مستوطن في الضفة الغربية هذولا بتدفقوا أحد القصص المضحكة أنه إسرائيل خلال خلال يعني في مراحل تفشي كورونا اعتقدوا أنه يعني إذا بتعمل وتحسن وضع السكان اليهود الأمور بتستقر وطبعا ولا عمرها استقرت لسبب كثير بسيط أنهم بتخيلوا أنهم عايشين في منطقة ما نظم أمور وتحسن وضع وكذا للفلسطينيين لا صار نقاش كثير طويل حتى يعني حتى باعه يعني كان في حصة للفلسطينيين نتيجة مساعدة دولية أو حصة ضمن مؤسسة فكان في عند الإسرائيليين فائد باكسين أباد تأكس باير يعني يعني قرب يخلص فعملوا صفقا وحاولوا يفرضوهم على الفلسطينيين ما أنه في القانون الدولي وكل هاي الاعتبارات أنت قوة محتلة لازم توفر بس الأهم وين الأهم أنه التفكير العقلاني وأنا هنا بذكر قدمت ورقة في المؤتمر بتقول أنه العنصرية الاستعمارية تنفلت يعني حتى من الحسابات الاستراتيجية أو حتى حسابات الربح والخسارة البسيطة أنت تعيش في أرض واحدة تدفق في البضائع والبشر وإلى آخر في كل هاي الأرض أنت بتقدر تقنع البيت الأبيض أو الأوروبيين إنو هاي دولتين بس على أرض الواخقة لما بنحكي عن وباء أنت الناس بعيشوا حد بعض فيه تشابك جغرافي كثير هائل تشابك جغرافي كثير هائل أنا على سبيل المثال أنا كنت أعيش على بعد مئة متر من المستوطنة الآن هذا التشابك يدار بطريقة كثير مذهلة الأبرتايد في إسرائيل للناس اللي بيحبوا هذا الوصف أنا بميل للاستعمار الاستطاني بس الأبرتايد هم ما بتعارض فصل عنصري الفصل عنصري هو مش بالضرورة مرتبط بالتواجد على الأرض عين التواجد ولكن هو عملية فصل خلينا نقول منهجية حتى بين الأشخاص اللي عايشين في نفس المنطقة على سبيل المثال مواطن فلسطيني عايش في في القرية اللي أنا فيها عنده بحدود الواحد وسبعين سنة إذا كان رجل بينما إذا كان يهودي لأنه في حرديم أظن عندهم 84% الرجال نفس نفس المنطقة نفس المنطقة يعني يعني أنت 13 سنة زيادة بيعيش صحيح يعني الفرق في الدخل الفرق في المؤشرات الصحية جميعها الفلسطينيين يصابوا بالسرطان أكثر يصابوا بالسكر أكثر يصابوا بالجلطات أكثر بتخيل مالوش الموضوع علاقة بالأرقيلة الموضوع سيستيماتيك يعني إشي منهج عشان هيك أنا بقولك في الميديك الأنثروبولوجي المرض مش مش مجرد يعني بكتيريا أو فيروس بفوت على الجسم أو خلال حيوي نظام ستركشير طبية وعلاجية ودخل وعمل كله وهذا اللي بصير الآن يعني حتى فيما فيما تعلق مثلا بالأكسس هذا الغياب الأكسس للأرض بخلي أكسس أقل للمناطق الخضراء في أسألك بس سؤال تفصيلي شوي أنا عم بتخيل إنه هاي الضفة الغربية موجودة كان في عالم موجودين فيها فبيشتغلوا أشغال بتصور عم نحكي بفترة 48 أغلبية الأشغال رح تكون حول العمل الزراعي والحرفي يعني أكتر ما رح تكون شي تاني طيب بيفوتوا مستوطنين تدريجيا وبتتسكر مناطق إذا واحد مزارع وتسكر الأراضي تابعه وعم بتخيل في أعداد كبير من الناس شو بيصير يشتغل يعني كيف الأمور كيف الناس دبرت حالة لو وصلت للواقع اللي هي في اليوم صحيح هو ما ترافق مع الاحتلال السنوات اللي تلت الاحتلال وأنا هنا الاحتلال بحكي عن 67 بمعنى ضم الضف الغربي الضف الغربي كانت تحت سيطرة الأورتن غزة كانت تحت سيطرة مصر تم احتلالهم كلها وتم تحويل الفلسطينيين بشكل منظم من من فلاحين إلى عمالة رخيصة إسرائيلية عمالة اللي بتخدم الإسرائيلية صحيح تحديدا فيما يتعلق بالبنى تحديدا فكان شيء شامل أنا جزء من طفولة على سبيل المثال بتذكر اللي هو نساء القرية وين كنت ساكن كانوا ينسجوا تعرف هاي بالعبرة بيقولوا لها كبة مدرش صحيح هاي كانت نسيج النساء الفلسطينيات بأسعار يعني يعني أظن هني بيخيطوها طيطلعوا مصاري ايه أنا كنت يعني بذكر بذكر أنه كان الرقم اللي ياخدوه على شغل يوم تقريبا أقل من يعني بحدود دولارين إلى ثلاث دولارات فهو استغلال استغلال رخيص أو استغلال فضيع للعمال الرخيصة يعني الآن بطبيعة الحال مرة ثانية لأنه دولة واحدة إسرائيل تستطيع استغلال يعني عمالة أخرى يعني العمالة الرخيصة متوفرة بفعل الرئيشة الكابيتاليزم يعني الرأسمالية العرقية لكن هي بتفضل الفلسطينيين باستثناء المناطق القريبة على يعني بسموها مناطق أمنية زي علشان هيك مثلا كان فيه كثير عمال تايلانديين على حدود غزة لكن عموما العمال الفلسطينيين مفيدة لأنه بتعرف بصرف المصار بالداخل فهي دولة واحدة فأحسن ما جيب تايلاندي ولا غيره ويطلع نصليات لبرة بفضل الفلسطيني بعطيل الإرشان بصرفهم برجعهم برجعوا برجعوا لإلي صحيح والأهم أنه النمط الاقتصادي هذا نمط من العمال الرخيصة الدقيق جدا والمعقد جدا بحيث يصبح العمال ما يحدث أنه أنت في عندك مجتمع واحد أنت بتعتقد أنه هي two entities هم one entity الآن في عندك عمال رخيصة فلسطينية وعمال إسرائيلية صحيح كيف بدك تحمل عمال إسرائيلية إذا صار في وفرة في العمال الرخيصة الفلسطينية كيف أنت بدك تحمل هدول العمال اللي الصار هو النمط اقتصادي معقد وفي باحثين يشتغلوا حول الموضوع أنه اتحول الإنتاج مثلا المزارعين الفلسطينيين بيشتغلوا في الأعمال اللي بتنتج مثلا خضرة للفلسطينيين واليهود وإحنا بنستخدم كلمة اليهود بأريحية لأنه لما بنحكي عن دولة واحدة الفصل هو على الأساس صحيح والفكرة أنه ما فيه فلسطيني وإسرائيل لأنه فلسطينيين معهم الجنسية الإسرائيلية وفيه إلى آخر عرب 8 بطبيعة الحال على هذا الاعتبار فالفكرة أنه العمال اليهودية بتتحوى بتم تركيزها باتجاه التصدير بطبيعة الحال فتروح يباع الإنتاج بأسعار أعلى والعمال الرخيصة بتوفر ما تحتاج إلى الدولة تحديدا هذا مثلا قرأت ورقة مرة لباحث فلسطيني عن تحديدا عن هذا الموضوع فيما تعلق بالخضار فحتى كان إسرائيل مستعد تزود العمال الفلسطينية والفلاحين بتقنيات زراعية وبذور وإلى آخر من أجل تزويد الموضوع فهو نظام معقد جدا أنه أنت تحافظ على نظامين في إنتيتي واحدة نظام عمالي رخيصة مع بضائع أرخص ونظام آخر فالاقتصاد الإسرائيلي أنا أعرف أنك مهتم في الموضوع حالة معقدة يمركب كثير وبسوى دائما الوحد يتطلع على إضافة لأنه اقتصاد حرب زي ما أنت شفت حلقتك عملت حلقة هو صحيح يعني هو اقتصاد حرب بالمعنى الحقيقي قائم على بيع خدمات التجسس والسرفيليونز وأيضا على الافتراض زي ما حضرتك كل تجريب على الفلسطينيين نحن نعيش في الغرب في دعاء على الأقل صمد لحد أوكرانيا نحن نعيش في لحظة ما بعد الحرب ففكرة أنه أنت ما زال عندك ناس تجرب عليهم كانت حضرت فيلم وثائقي ممتاز لفيلم مايكر إسرائيلي بيروح على أحد المعارض العسكرية في أوروبا فبلاك المندوبين الإسرائيليين بيحكوا للمسؤولين الأوروبيين أنتوا مش فاهمين أنتوا يعني أنا هيك بيقولوا منه أنا ما بقدر أفهم الموقف الأوروبي أنتوا بتفضلوا الحرية على الأمن فالإسرائيلي مش قادر يستوعب يعني ما بتكون تشتروا الماسف تبعنا والخصوصية مش عارف شو فالفكرة أنه حتى النموذج الإسرائيلي دائما بتصدر من خلال فكرة أنه مجرب وأيضا من خلال فكرة أنه العالم لم يتجاوز مرحلة الحرب نحن نعيش دائما عشان هيك باحثين فلسطينيين مثل الدكتور عزمي بشارة كتبوا أنه إسرائيلي الحرب فيها يعني هي هي قاعدة هي دول الحرب وبتم تصوير أنه الحرب هي ضرورة هيك بفكره من اللحظة الأولى أنه نحن نعيش في مجتمع وفي محيط عربي معادي وبطبيعة الحال ليس لدينا توازن هدولة أكثر من عندهم قدرات أعلى مننا إلى آخر واقتصاديا بطبيعة الحال بتجاوز عندي سؤال إذا هيدا هو الواقع كله سوى اليوم الواقع الاقتصادي يعني فعليا دولة واحدة محتلة يعني بنظامين خلال نسمي أكثر بأنظمة طبيعية ما بنحكي شواء كمان عن بعض الأمثلة هايك الفروقات بالحقوق وغيرها بس الفكرة هي أنه إذا الواقع الاقتصادي متصل وإدارته الماكرو هي عند إسرائيل إذا واقع الأراضي والتنقل هي عند إسرائيل إذا الواقع الأمن هو عند إسرائيل حكما حتى الخدمات الأساسية يعني الكهرباء وغيرها كله عند إسرائيل المرفأ إذا بقى تصدر إذا بقى تسافر كله بإسرائيل السلطة الفلسطينية شو بتشتغل يعني السلطة الفلسطينية دورة هو يقتصر على شو طيب السلطة الفلسطينية فيه تحليلات كثيرة عن الموضوع أنا قناعتي هذا تحليلي تحليلي أنه هناك تصور تاريخي موجود في إسرائيل وهو تحديدا بعد احتلال السبعة وستين أنه لا بد من ترك هامش للإزدهار محدود ومشروط ومقيد بطبيعة الحال ويمكن إنهاءه في لحظة يمكن إغلاقه في لحظة لكن هامش للإزدهار للفلسطينيين تحسين وضعهم المعيش تمام هذا كان موجود وتحديدا يمثل هذا التوجه يمثل نخب أمنية تقليدية أصبحت الآن في إسرائيل الحل دائما لعدم يعني أو للوقاية من أي توتر أمني هو فرض يعني أو منح الفلسطينيين هذا الهامش من التسهيلات لأن بالطبيعة الحال النخب الأمنية الحديث أكيد هذا لا يمثل بنكفير مثلا طبعا ولا نتنياهو يعني نتنياهو شوي أحيانا يعني بتحايل على هذا على هذا الموضوع بس بطبيعة الحال هذا ليش كان عند القيادات الأمنية التقليدية لأنه كان بعدها على القليلة رسميا حل الدولتين هو مطروح وبالتالي ولا الهاجس هو أمن داخل الهاجس أمن لأنهم كانوا أنا قناعت أنه التفكير الاستراتيجي تقريبا يذهب إلى نهاية في إسرائيل بمعنى النخب النخب الأمنية الإسرائيلية كان تفكر بهذه الطريقة أحد أشهرهم هو مشايدة يعني على سبيل المثال مشايدة يعني القصة الشهيرة أنه كتب في رثاء أحد الرجال الأمن اللي من كيبوتس محيط في غزة خطفوا السكان يعني سكان غزة وقتلوه ففي تأبينه ألقى كلمة يعني درست كثيرا فلسطينيا بيقول فيها ببساطة لا يجب أن نلوم القتل الفلسطينيين يعني وضعناهم منذ ثمن سنوات كان هذا أظن في ست وخمسين الحديث وضعناهم منذ ثمن سنوات سلبنا أرضهم وضعناهم في مخيمات للاجئين وبالتالي احنا نتوقع أن نكرههم لا يجب أن يكرهونا لا يجب متوقع أنهم يكرهونا لا يجب أن نسهوا يعني ولو للحظة واحدة هذه العقلية الأمنية وصلت لذروتها مع احتلال السبعة وستين ليش طبعا احتلال السبعة وستين بقى لحظة كثيرة حاسمة في إسرائيل اللحظة تصاعد يعني ربط أو تطابق الأرض التوراتية مع الأرض السياسية التي يتم السيطرة عليها تم تصويرها على أنها لحظة دينية ساهمت في السعود السهيونية الدينية إلى آخر الحال حديث هلأ بيشيروا للضفة الغربية بالجدية صحيح الآن لحظة السبعة وستين بقى لحظة مهمة لأنه في عدد هائل من السكان ضمناهم ووصلنا من البطش أنهم نحتل السينة والجلان والضفة الغربية وغزة مع كل سكانهم بالتالي هاي اللحظة صحيح تمثل انتصار لكن تحتاج إلى تكلفة كبيرة من الضبط ولابد من هاي التسهيلات كانت هاي أفكار استراتيجيين أمنيين زي مشاه ديان الآن طبعا مع تصورات حول تخطيط حضر تسهيلات على الفلسطينيين في المركز تضييق على المناطق الأقل سكان لوصل للحال القصوية اليوم إلى حد ما هو ما في حالي أقصى في الآن اللي صور هذا النموذج تتطور بشكل كبير أنا رأي أحد تجلياته أحد تجلياته الكبرى هو اتفاقية أوسلو أنت يعني تخلق جسما يدير عملية هذا التسهيلات هذا الهامش المشروط من الرفاه أو من التنمية وهذا الهامش أصلا غير مكلف بالنسبة لك لأنه جاي من خلال رائعة غربي هو واحد يشرح هون أنه تمويل السلطة الفلسطينية بشكل أساسي غالب مساعدات غربية صحيح الآن هذا الريع غير مكلف وفي كل الأحوال في أي لحظة بصير تسعيد بصير تمويل أوروبي إلى آخر بنزيد الوضع عشان هيك في اللحظة اللي خرج فيها شوي أوسلو عن الترتيب المتوقع لما فازت حماس في 2006 وقف كل الرائع ونهارت السلطة بوقت عدم اعتراف الغرب بالسلطة بفوز حماس وقفوا التمويل وبالتالي تنهار السلطة تلقائيا إيرونيكلي إيرونيكلي إذا أنت شوف من يفوز في الحكومة الإسرائيلية هم ناس مجانين لا يمكن مقارنتهم بحماس حماس عندها عقلانية واضحة بالمعنى الاجتماعي والسياسة هدول مجموعة مجانين شعبويين جاءوا من خارج السياسة لم يتلقوا أي تدريب وأيضا خلفيتهم تتعلق بالإرهاب ما سمته الدولة الإسرائيلية يعني جزء منهم متورطين بحتى يعني يقال الربين بسد كهانا وكاخ وهو الجمعيات اللي تعاليا قتلوا عالم كانوا يقتلوا فلسطينيين يعني الإسرائيليين العرب واتهموا من الإسرائيل بالإرهاب يعني مش من لا لا بس كانوا يقتلوا يهود كمان وربين على رأسهم صحيح الآن الفكرة أنه اللي صار أنه مع تأسيس السلطة أنت صار عندك هذا الحراك الغرب الريع الغرب تشكر الطبقة وسطة فلسطينية على هامش هذا الريع في مراكز المدن صار فيه شعور عام بالاستقرار بطبيعة الحال فيه اعتقاد أنه يمكن إدارة أنه السلطة دورها بإضافة الاعتبارات الأمنية هي إدارة هذه التلسلات لذلك أنا أعتقد مع تراجع هذه النخب الأمنية في إسرائيل يصبح الدور الوظيف للسلطة غامض وبالتالي دائما في نقاش حوله أحيانا الإسرائيليين بعضوا رسائل متناقضة بتشعر أنهم ما بدهم السلطة لكن أحيانا برجع نرجع لكورونا واحدة من اللحظات المضحكة في وقت المأساة أنه كان في عامل مصري دخل من خلال مطار بنغريون إذن هو لم أخذ فيزا إسرائيلية دخل من خلال مطار بنغريون ليعمل كعمال رخيصة عند إسرائيل لا دور للسلطة هذا التعرض مات إسرائيل اتصلت في السلطة هو بشغل معا متضف لا هو بشغل في إسرائيل إسرائيل اتصلت في السلطة من أجل أن تتخلص من الجسة كيف هذه اللحظة بمعنى اللحظة اللي حتى السلطة نفسها ما فهمتها وهذا هو ببساطة يعني أنا رأيي هاي كانت لحظة رمزية مكثف تمثل فهم الإسرائيليين لدور السلطة إنه إدارة الأجساد غير المرغوب بها إذا بدك بهذا إدارتهم إدارة هذا العمل الوسخ وحتى السلطة يعني حتى السلطة نفسها عندما تهدد إسرائيل فيه مستويين من التهديد المستوى الأول بيقولهم إحنا بنوقف بنخليكم تصيروا تلم زبالة بيحكوا للإسرائيليين يعني بعترفوا سلطة سلطة في لحظة متقدمة أكثر هذا على أساس أنه النفايات الإسرائيلية تورما بتضف يعني فهني بيشتغلوا فيها هو يعني هو بمعنى الزبالي يعني خلينا نقول إدارة الحياة اليومية الآن بس هي فعليا الزبال الإسرائيلية بتنكم في الضف يعني الآن عموما أنا اللي كنت بدأ أقوله جاد أنه دور السلطة الآن مش واضح يعني أنا بقرأ مدونات يمنية إسرائيلية بشكل مستمر وبشوف ناس بحطوا صورة أبو مازن على دبابة يعني بيحكوا عنه إرهابة أنه إسرائيل يعني راحت إلى درجة تشعر أنه بدأت تنقلب على نفسها على حساباتها الاستراتيجية بطبيعة الحال هناك مجتمع عميق إلى حد ما فيما يتعلق بالمؤسسات الثقافية والأكاديمية وتحديدا المحكم العليا وأيضا النخب اللي تدير العلاقة مع الغرب هذه كلها تقريبا نخب لبرالية وستراتيجية إذا بدك أكثر فهي لازالت تدير بشكل ما إسرائيل يعني الموضوع مش متروك لبنينجفير لكن هناك صراع مستمر اللي هو تجلى بطبيعة الحال في الصراع الأخير صراع على معنى الدولي هو في الدول الديمقراطية في صراع يعني في صراع بين المؤسسات المنتخبة والمؤسسات غير المنتخبة المؤسسات المنتخبة هي اللي بتمثل الناس على أساس بينما المؤسسات غير المنتخبة دائما دورها يحافظ على هوية الدولة اللي برالية اللي الناس ممكن ما يحبوها أو الأغلبية ما تحبها فدائما في هذا الصراع في إسرائيل طبعا رح لأوجه طبعا سؤال أخير بهذا الشئ اللي واحد بيستعرض فيه الواقع اليوم الفلسطيني شو معناته فعليا معيد عن الشعارات اللي بتختزل كتير من فيه ناس فعليا بمتخيلة فيه أراضي فلسطينية هيك يعني بتديل على السلطة على الواقع منه هيك أبدا خبرية مستويات الحقوق طبعا في الإسرائيل اليهودي في إسرائيل غير اليهودي هلأ الفلسطينيين اللي بيغزة وبتضف بتصور بمستويات مختلفة فإذا واحد بدي يعمل هناك اختصار يشوف بالواقع شو هي مستويات هالحقوق عند الناس أولا خلينا نقول بشكل عام بشكل عام إذا بنحط الخلافات أو التراتب الطبقي والاجتماعي على جناب هو في اليهودي سواء بغض النظر بتعرف في نئات ألاف المسيحيين في إسرائيل يتم اعتبارهم أنه الآن السنة اللي مضت التعداد الإسرائيلي سماهم Extended Jews شيء بضحك يعني شو ترجمتها والعربي امتداد اليهودي يعني هلأ هي الفكرة كيف Extended Family يعني كأنه العائلة الممتدة هذا اليهودي الممتد ما لوش أي علاقة أنه خلص يهودي بالامتداد فكرة كثير بسيطة أنه مش فلسطين تمام فهي بتصير هاي إذا بدك تحكي عن الإدارات المدنية أو الإدارات الاستعمارية في في فلسطين بالطبيعة الحال في عندك الضفة قبل الضفة في عندك غزة غزة لا يوجد وجود عسكري مباشر فيها لكن إسرائيل تسيطر بشكل كامل على ما يدخل إليها وما يخرج منها على الكهرباء المياه الصادرات الوردات على كل شيء على الهواء والأرض على كل شيء والبحر مهم بأنه في غاز بطبيعة الحال البحر فيما يتعلق بالصيد حتى فيما يتعلق بتحليط المياه أمور أخرى الضفة الغربية هي نمط حكم عسكري مباشر بمعنى الجنود الإسرائيليين موجودين اللواحي العسكرية بتم فرضها على الفلسطينيين في عندك تجربة الاعتقال المتطرف تقريبا الأرقام تقترح أنه 50% من الفلسطينيين في الضفة الغربية جربوا تجربة الاعتقال في السوديون الإسرائيلية 50% من الناس هلأ مش إنها تاريخية لا تاريخيا يعني 50% من الفلسطينيين من السبعة بشكل عام هؤلاء اعتقلوا يوما اعتقلوا يوما ما صحيح فالأرقام مرعبة تجربة الاعتقال يعني أنا تقريبا كل من أعرفهم تمروا في التجربة لا تقال على الأقل اليوم واحد اللي بصير إنه هذا طبعا عملية إدارة يومية للحياة اليومية مستوى التدخل متطرف كتبت مقال قبل فترة عن عن قانون جديد تم فرضه في إسرائيل اللي هو إذا أنت أجنبي بتعيش في إسرائيل بتوقع في حب حدا من الضفة الغربية ما بتتزوجه ولا إيش بسك بتطور علاقة عاطفية معه أنت لازم تخبر السلطات الإسرائيلية نحظر بس نحظر إذا أنت أجنبي يعني واحد فرنسيوي شو بعرف ما إيش على إسرائيل حب وحدة فلسطينية بتضفة صحيح يعني عبيدها هروس هوا ما فيش أنهم تجوزوا بدوا يبلغ صحيح هذا قانون حرفيا بدك إذا قرر ويرتبطوا رسميا الأجرم يمضطر يطلع يعني برى البلد فور يعني كولينغ داون اللحظة هذا كان انقرار العسكري وبعدين تراجعوا عنه بس خلوا جزئية تراجعوا عن هذه المرحلة بس خلوا جزئية إنه لازم تصرح للسلطات الإدارة اليومية أنا بتعرف شغري عن عن تحديدا يعني في آخر سنوات بشتل عن تجربة النطف المهرب خلا رح نحكي فيها بعد قصة الإدارة اليومية يعني هي إدارة يومية كنت بدي أعطي مثال إنه هي إدارة يومية لدرجة إنه يعني مثلا بهدموا بيت إنه يعني مش بالكامل هدم لبيوت اللي هو شغلة مكررة شو العذر اللي بيعطوه يعني في ناس بيهدوا لبيتها لا بعرف أنا شغل يخبروني إياها ناس أصحابنا إنه في حال اعتبروا إنه في حدا عمل عملية سيئسية عم عسكرية فيتعاقب العائلة بأنه بيهدوا لبيت يعني صحيح بس في حالات تانية أي أساس بيصير هالموضوع هي الفكرة الموضوع مرتبط بعدة يعني تمام بالمنطقة اللي انت عايش فيها إذا انت في منطقة جين معظم الأراضي أو يعني اللي انت عايش فيها هي أراضي غير قانونية للبناء حتى لو هي أرضك فبالتالي هم فعليا بيغدوا النظر لحديت ما يقلوا الرعكس إنت عملت إشي ابنك عمل إشي ابن عمك عمل إشي بيجي بيهدوا البيت ركع عن ستنين المئة من الضف الآن اللي بيصير يعني اللي بيصير في حالات أخرى يعني إذا إذا انت عايش في مناطق ألف مثلا كمان بيجي بيهدوا البيت بس بيستختموا العذر مختلف فيهم يفوتوا على مناطق ألف ويهدوا البيت يا رجل طبعا هم بيسيطروا على على اللحظة الأقصى أنه ممكن يخلوك تهد البيت إذا أنت في القدس مثلا ممكن يخلوك تهد بيتك لأنه إذا هم هدوا لك يبدفعوك رقم كبير تكلفة الهدم لحظة لش الهدم أنت بتتفعقه في القدس صحيح فأنت بيجي بطلبوا منك تهدم البيت إذا ما بتهدموا القدس الشرقية القدس الشرقية يعني بشكل أنا مش كثير مهتم في هاي فاللي بصير يعني بيضطروا الناس يهدموا بيوتهم يعني مش هتقطع القلب ففكرة علاقة يعني الفلسطينيين مع منازلهم يعني مذهلة هي فكرة يعني إدوارد سعيد الله يرحم وكان يعني كاتب كثير عن حل الفلسطينيين وفكرة أنه أنت تكون بدون منزل هذا شعور يعني دائم فهو في أحد المقابلات بيقول أنه أنا يعني ما عيشتش كثير في فلسطينيين بس دائما يعني عندما أحقب يعني يعني أغراضي أحقب هاي مش عارف منزيدة يعني لما بيرتب أغراض وكان يعني يضع حتى ليومين رحلة يومين عمل بحط أغراض فهي علاقة الفلسطينيين مع منازلهم فكرة الهدم المستمر بس مرة ثانية عشان ما نشد كثير الإدارة الضفة الغربية هي الإدارة اليومية يعني من الإدارة اليومية من يعني الحب الحميمية للناس حتى بتبادل ونكت عن الموضوع من الحميمية للحياة اليومية البسيطة للأكل يعني حالي يعني تفصيل المستوى الثالث بطبيعة الفلسطينيين وغزة مفترض عندهم يعني خلينا نقول الوثائق البيروكراطية من السلطة الفلسطينية فهن عندهم على ما تبقى من الضفة الغربية فعليا بس بقدروا يسافروا عندهم يسافروا مضطرين يروحوا على الأردن يوم الأردن هي من الأردن يسافروا من المطار على وين بدهم فأنا مثلا مين بحق لو يسافر من المطار بن جوريون فقط الفلسطينيين اللي هم الكستوجر الثالث اللي هم الفلسطينيين اللي أو بضل فئتين المقادسة الفلسطينيين من القدس والفلسطينيين اللي معهم جنسية إسرائيلية الآن الجنسية الفلسطينيين في القدس هم معهم إشي بشبه الإقامة يعني وثيقة يمكن مصادرتها في أي لحظة إذا أنت بتخرج من القدس بصادروها لازم تضل عايش في القدس أنت كأنك عايش في أوروبا يعني أنت ما عندك حتى جواز سفر السلطة أنا عندي جواز أنا من الضفة هو في القدس لا ما عنده بس هو عنده إشي وثيقة في السفر أظن أردنية بتكون فالقسة معقدة في القدس الآن هي الإقامة فعليا أنت ممكن تخسرها شو بصير إذا أنت مثلا من القدس تزوجت حدا من الضفة أنت ما بتقدر تروح تعيش في الضفة لأنه رح تخسر الإقامة إذا بتترك القدس بتخسر إقامتك كيف بيعرفو شو يعني دولة بتسيطر على في رقابة على منزل منزل طبعا والعنوين والأهم من الأبناء الأبناء لازم يدرسوا في المدارس اللي بالقدس لأن إيش بيعملوا الفصل وحد من الحالات الفضية أنه الناس بيعيشوا في منطقة فيه كانت منطقة لما بنوا الجدار الإسرائيليين في منطقة محسوبة على كمان إذا ما هحطي جارة أنه فيه جدار حواله كل الضفة صحيح فيه تركه حوالين القدس الجدار هو أخذ كل القدس الشرقية لا هو يعني فيه المناطق المحيطة بالقدس مجموعة القرى ما زالت متاح بس يعني إذا أنت بتعيش فيها لا تعتبر أنت منك بعدك عندك الأهلي بالقدس فيه مناطق محدودة جدا تحديدا كفر عقب منطقة اسمها كفر عقب الآن تقديرات عشرات الألاف الفلسطينيين بعيشوا فيها منها منطقة صغيرة جدا تحولت إلى هم كلهم يعني اللي هم الزواج المختلط من الضف الغربي والقدس بحيث أنه هي هاي المنطقة اسمه زواج مختلط هاي المنطقة بره الجدار للناس اللي من الضف الغربية وتعتبر بعدك بالقدس تعتبر بعدك في القدس بالضبط فاللي بصير أنه طبعا المنطقة كثير صعبة للحياة بس مطريني يروحوا يعيشوا فيها لأنه بدي حافظ على الإقوام لأنه في عندك شكل آخر من البوليسنج اللي بتعرض له العرب اللي هو من شركة التأمين موضوع التأمين معقد في إسرائيل بس هاي كل الموضوع معقد صراحة اللي واحد بعد في زيد على هو كلهم اللي خبرتهم شغل أنه 3 ربع الناس اللي عادين بتضف ولا بغزة هني أصلا لاجئين من أراضيهم اللي يحتلت بـ 48 فمش أنا أنا من القصص اللي كانت ترفتني قبل هيك أنه استغربها شو يعني في مخيم فلسطيني بتضف فعليا عليك الحال نروح آخر موضوع اللي هو الشغل اللي اشتغلته مؤخرا هو موضوع تهريب النطف لأنه كمان من الأمور اللي كنت بدي أحكيك مثال بدي أعطيك مثال قبل ما نروح الموضوع النطف قريب على الإنجاب عن موضوع قدل عسكرة تارية ثقافة العسكرة العسكرة تارية في إسرائيل هذا مجتمع عسكري متطرف كيف تقدر تفهم من الإنجاب أنا جزء من شغلي بدرس بنوك الحيوانات المنوية الإسرائيلية تمام والقوانين اللي بتضبطها وإلى آخر في لحظة استوقفتني تجد أنه في حرب 2014 على غزانيا صحيح في هاي الفترة اللي هي يعني استشهد فيها أكثر من 2000 فلسطين نصهم أطفال اللي صار أنه المدراء بنوك الحيوانات المنوية في إسرائيل قالوا أنه صار في زيادة كثيرة كبيرة على الطلب على حيوانات منوية من متبرعين يعملون في الجيش بمعنى أنه صار هذا تم بناء صورة البطل للجند الذي يقتل الفلسطين في هاي اللحظة وصار هو الصورة التي ترغب لطفلك أن يكونها فأنت تخيل لأوين هذا المجسع المتطرف خد مستوى آخر أنا أشغل حاليا على على موضوع إله علاقة بظاهرة مرتبطة باستخراج النطف من أجساد الجنود الإسرائيليين القتلة نحكي النطف فعاليا أنه سبيرم فالفكرة أنه الجسد طبييا يمكن استخراج لحد 72 ساعة صحيح ففي إسرائيل تقريبا كل جندي بنقتل بيستخرجوا من النطف الآن الأهالي بتبدأ عملية إذا صور في نقاش كثير طويل ومعقد على الموضوع أنه هل طب افرد هذا ما كانش بده بس بحالات طيب إذا عنده زوج خلاص هي بتقرر طب في حالات إنه هذا مش متزوج ولا مصاحب حتى شو بده نعمل بيروحوا الأهالي بيخودوا عملية للبحث على السوشيال ميديا مثلا عن امرأة تحمل طفلهم تصبح امرأة للرجل الذي توفي أو قتل أنا بسميها في دراسة زوج أرملت رجل لم تتزوج إنه بتحول أنت بتتخيل فكرة ما جنوني أول عائلة جربتها الرجل كان بده امرأة تحمل طفل ابنه اللي انقتل الجندي خلال ساعة من الإعلان وصله والله مش متذكر مية ولا متين متطوع في أول ساعة امرأة بده تحمل بده تحمل صحيح إنه بصير هذا هو الجندي ونريد إحنا مثلا بدنا ننجب بدي أنجب أنا هذا هذا يعني بدي طفلي يكون صورة هذه الصورة المتخيل هذا الجندي لحظة من الجنون اتفجأت إنه في تحليل حتى نفهم قد هذا المجزمع يعني عسكري بطريقة متطرفة إنه في مؤسسة إن جي او إسرائيلية الآن بتعمل بين الأباء يعني والأرامل المحتملات أو يعني الأمهات المحتملات ليحملوا هذا الطفل عي أساس المتخيل يعني يعني بصيره خلاص إنه إنه إن بدك جندك كذا هذا روح على لبنان هل ترواح مني حلو أنا محلل محلل يعني الديسكريبشنز حصلت على كيف البنوك الحيوانات المنوية الإسرائيلية بتوصف الناس مؤخرا تقريبا معظم البنوك الخاصة في إسرائيل للحيوانات المنوية ما بترضى تأخذ حيوانات من حدا ما أخدم في الجيش لأنه ما في طلب عليه آه أنا ما حدا بيطلب وحد جزء من التفاصيل كيف الناس بقدموا أنفسهم من أجل أن يصبحوا كما هي أنه كانوا أنت لما بتبيع أنه طف أنت تبيع جزء من ذاتك بهذا المعنى أو يعني فأنت تقدم ذاتك أنه أنا شخص قوي محب للعائلة إلى آخر على افتراض أنه الأشياء بيولوجية يعني تنتقل جينيا يعني فاللي بصير أنه الناس بتقدم حالها بالوحدات القتالية الآن إذا أنت شرطة في إسرائيل مش كثير مرغوب هي يسمى هي الوحدات القتالية المقاتلين تحديدا وحب إذا أنت فيتلك في حربين بريات بتعبت على أيمتك كثير طبيعة الحال أو قاتل أكثر فهو مجتمع عسكري وعنصرية خيالية بتوصيف كل هذا الحديث برجعنا شواء نقطة بالأول من دوم نرجع نفوت بالحديث نفسه إذا واحد بيحط كل هالكونتكست بسبعة أكتوبر كل هيدا الواقع التاريخي وهيدي السلطة الفلسطينية هيدا مسار السلام المزعوم لك لو أموصان فعليا واحد بيسأل حاله سؤال ليش شو فيه سبيل آخر غير العنف لأنه إذا أنا ولا أي سبيل آخر موجود العنف مش تيجيب معه حل العنف هو بس محل لواحد يحافظ فيه على وجود هو النقاش برة تاني ما بدي نغلط أنا جاد ونفكر أنه النقاش مرتبط بكيف تقاوم إسرائيليا أنت تستهدف لأنك تقاوم بغض النظر يعني أنت فيه حركة سلمية أكثر من البي دي أس يعني اللي هي حركة مقاطعة إسرائيل هي حركة سلمية بالكامل أنت بمجرد ما تدعم البي دي أس أنت تتهم بأنك معادل للسامية ببساطة إذن الموضوع لا يتعلق بطريقة المقاومة الموضوع يتعلق بفعل الوجود فعل صحيح والحقيقة أنه الوصف اللي بين كل شيء يعني to exist is to resist حقيقة في السياق الفلسطيني لأنه فيه مشروع محو مستمر هذا يعني محو وترانسفير وتهجير إلى آخر بالتالي الحرب شو علاقة حماس بالعلم الفلسطيني شو علاقة حماس بعدنية شبل للمنع روايتها بالمناسب أنت بتعرف عن شو روايتها عن شو روايتها بعنوان minor details تفاصيل صغيرة ما قرأتها بس قرأت عنها هي عن حالة اغتصاب انكشفت في الأرشيف الإسرائيلي مجموعة جنود إسرائيليين يعني اعتردوا الرجل الفلسطيني وبنته قتلوا الرجل وصوتوا ماذا يفعلون بال يعني ثلاثين جند صوتوا ماذا يفعلون بالصبيل الفلسطيني كان عمرها 14 سنة طفلة وانتهى يعني بهم المطاف انه يصوتوا انهم يقتصبوها يتناوبوا على اقتصابها صار يبدو يعني قاومت او ما صار شي فقرر محوها من الحياة يعني قرر قتلها فالرسالة اللي بعثها يعني هذا تحقيق نشرتها آرتس الصحائية صار طبعا الرسالة اللي في الخمسينات الرسالة اللي ارسلها الضابط المسؤول عن الوحدة للمسؤول تابعه انه ايشي يعني مش عارف شو الوصف بس انه يعني رأيت انه من الافضل قتلها يعني بهذا المعنى قصة مرعبة بطبيعة الحال تم محاكمة هدول الجنود بس تم التعتيم عليهم محاكماتهم صورية واللي بصير والاهم انه عشان ما يكسروا صورة الجند الاسرائيلي النظيف مش عشان الفلسطينيين اه طبعا طبعا بيوسخوا بدمهم صورتنا نظيفة يعني بس هذا مرة بحديث سابق الخبرية تبع جولده مقير انه واحدة من كوارث الفلسطينيين اضافية اللي عم يشبرونا نقتلهم يعني انه القدع منزعجين من هالوجود فالفكرة وهذا اه الفكرة هذا موجود فيعني بالاساس اذا بدك انا رأيي اذا بدك نحكي في موضوع سبعة اكتوبر انا رأيي هذا كثير مهم هذا كونتكست كثير مهم واذا عن جد نريد ان نفكر في الاسرائيليين وانا رأيي مش مطلوب منه كضحايا فهم ضحايا لهذا المشروع النظام الفصل العنصري الذي يمنحهم امتيازات بطبيعة الحال من اجل ان يستمروا لكن يصنع منهم وحوش بشكل مستمر انت تتحدث عن مجتمع مجتمع جاد تسعين بالمية منه يجيد استخدام الاسلحة وجرب عدد يعني شيء جنوني يعني هذا المستمر شو يعني انه انت خمسة عشر بالمية من المجتمع القادر على العمل يتم تجنيده في اربعة وعشرين ساعة أو ثمانية واربعين ساعة ووزع السلاحة لمستوطنين بيفوتوا بيقتلوا العالم من دون الحساب فعليا الاهم انه شو معنى الدولة في هذا السياق ما هي اذا الدولة تعريفة هي احتكار العنف شو معنى الدولة اللي بصير في اسرائيل هو مش انه الانستيتيوشن المونوبولي ان فيولنس يعني هو اللي بصير ريشل المونوبولي ان فيولنس في مجموعة عرقية بحق لها استخدام السلاح وبتحتكر السلاح وبطبيعة الحال بتدرب المستوطنين مثل ما شفنا كلنا قتلوا في نابلس يعني امام الجنود مجموعة من الفلسطينيين عادي بالطبيعة الحال عادي في لحظة هدوء كان ممكن نصير شوية منعوشاتها لكل شي معلق طبعا نرجع على اللحظة الاستثنائية صحية تنختم منضمها كتير نطور بركيا بنعمل حلقة تانية واحد يحكي شوية عن موضوع الدراسة اللي قيم فيها لانه موضوع بحد ذاته النطف المهرب يا استاذ هي تجربة بدأها الفلسطينيون يعني الاسرى الفلسطينيين في يعني هي نقاش بامتد لسنوات قبل بس بلشت في الالفين واثناش والاسرى بيهربوا نطفهم حيواناتهم المنوية لزوجاتهم بالخارج اللي من خلالها بنجبو الخارج يعني خارج السجن خارج السجن صحيح من خلالها بنجبو بنحكي عن تقريبا مية وعشر أطفال فلسطينيين أنجبوا بهذه الطريقة أنا في المشروع بحاول أفهم كيف هاي التجربة النجابية شو بتقول هي أنا بفكر فيها كحالة متطرفة ما بتصير كل يوم بس بينما معظم بيجي خلينا نقول الصحف الأبيض بفكر فيها كحالة استثنائية درامية إلى آخر أنا اللي بأمله هو العكس سماما بحاول أحط هاي الحالة في السياق الأوسع واليومي للحياة في فلسطين كيف تتحول هذا الشكل من المقام كيف بمثل كل هاي أنماط التهريب في الأول سواء الكتابات أو النطف هي عمليات امتداد للذات عندما تهرب كتابتك أو نطفك تمدد ذاتك خارج حدود السجن أو أبعد من حدود السجن هي تتضمن تواصل أسري أيضا أنت تتواصل نتحدث عن عائلات محكوم عليها أن تكون يعني أن تتفرق لكن تجد طرقها لتلتأم كيف التهريب أيضا بتحدى المشهد الحضري المشهد الجيوسياسي في في فلسطين كيف الناس اللي الناس اللي من الظرف الغربي ما عندهم مش أكسس إلا على عشرة بالمئة أو أسير عنده أكسس على من أكام متر في السجن بيبعث الاسبير بيلف كل فلسطين التاريخية عشان يوصل وفي النهاية يعني اللي هو مشهد بحاول أنا بالأساس يعني أنتروبولوجيا أفهم الظاهرة أفهم كيف بتقول عن علاقات السلطة اللامسواء بالمناسبة أنا من الناس اللي بدافعوا أنه ما يحدث يجب فهم السياك الأوسع في إسرائيل أيضا عرقيا أعطيك مثال مين قتل رابين هو تحديدا اللي هو يقال أمير يقال أمير هو مفترض أنه على أساس أنه بتقسم في إسرائيل السجون السجناء سجناء أمنيين وسجناء جنائيين فبيجي حدا مثلا أنه أنت فلسطيني سجناء أمير وفي عندك هذا يقال أمير هو هو كمان سجناء أمني طيب في 2006 الزلمي متزوج امرأة إسرائيلية روسية اسمها لاريسا لاريسا صارت تزوره صار بنطالب في حقه في الزيارات الزوجية الآخرة منعه صار تضجق قد العالم في إسرائيل هذا في 2006 أنه أنا أتذكر افتتاحية يعني افتتاحية هاريس يعني شفتها ما أتذكرها من 2006 بس أنا أتذكر لما شفتها كانت أنه يقال أمير هو إنسان أيضا وقتها الشباك شو بيقرر بيقرر أنه الزيارات الزوجية لا تهدد الأمن القومي طبعا هذا بس يقال أمير بينما إذا أنت فلسطيني رامح حجر ورايح تنسيون عشر شهور إنت ما عندك هذا الأكس ما هو الفرق من يقال أمير وأي فلسطيني هو فرق عرقي بغض نظر إن كنت محبوبا هذا وقت الرئيس حكومة البلد يعني يعني هذا أنا رأي المثال المتطرف عموما أنا يعني بزور هاي العائلات تحديدا بحاول أفهم سرديات الأمهات نفسهم لأنه نفسهم لأنه بتعرف في البلاغة الوطنية الرائجة والخطاب الوطني الأسرة هم أبطال الأطفال هم بنسميهم في فلسطين سفراء الحرية والنساء بضيعوا في هاي معنى هم يعني هنالأساس هنالأساس بطبيعة الحال فأنا بحاول أفهم هاي التجربة إنه مش هي تجربة بتبلش من التهريب وبتنتهي بالولادة هي رحلة مستمرة من البحث عن الاعتراف بناء الأسرة التواصل العائلة الحب الحميمية تحدي تنظيم الاستعمار للحياة اليومية تحدي الحدود تحدي المشهد الجيوسياسي من خلال التهريب إلى آخر فهذا هو يعني بشكل عام أنا بداي شكراك كثير يعني بتصور هذه الصورة بتعطي هيك مشهد مفيد لواحد هلأ يرجع يحضر الأخبار ويتفاعل مع اللي عم بيسير بصورة شوي لناس أغلبنا ما رحنا على فلسطين وما ما منعرف طبيعة الحياة كيفية اليوم ويقارن شو بيسمع غربيا وشرقيا أنا بشكرك من جديد شكراً كثير جيد شكراً للمشاهدة